موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع قصة الكنيسة في هذا البرنامج قصة الكنيسة نستعرض تاريخ الكنيسة الاولى كما هو مدون في سفر العمال وهي بلا شك قصة ملهمة قصة مباركة تقدم لنا نموذج رائع لعمل الله وحركة نمو الملكوت في الكنيسة الاولى في القرن الاول المسيحي وستبقى هذه الكنيسة نموذج رائع لكل كنيسة في ايامنا نهارد حديثنا حول ظهورات المسيح المقام وابنى حديثي على ما جاء في اصحاح واحد من سفر الاعمال وآية ثلاثة الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله ظهر الرب بعض قيمته لعدد كبير من الناس لكنهم فقط الذين امنوا الذين احبوه قرروا ان يتبعوه ويخدموه واصد الرب ان هو يرفع عنهم احزنهم الشديدة بسبب موته وان يروه وهو قد غلب القبر وهذا من الموت ويتيقنوا تماما بما سيعلنوه بعد ذلك يشهدوا بصدق ان هم رأوه بالعيان لم يكتف الرب بظهور واحد او اتنين لكنه ظهر عشر مرات حتى يتيقن الجميع من حقيقة قيمته وصحة رسالة الانجيل المؤسسة على هذه القيامة ويتشدد الايمان وتزداد الثقة وتتحرج دوافع الكسيرين النهاردة لخدمته وللشهادة عنه خلينا استعرض معاك باجاز هذه الظهورات والحقيقة بنشوف الى جانب فائدتها العامة لكل الاجيال شوف كمان انها كانت هادفة جدا للكل الافراد الذين ظهر لهم الرب الظهور الاول كان لمريم المجدلية وحب اقرأ الكلام اللي جاي في انجيل يحنى عشرين عن هذا الظهور يحنى عشرين آية 14 الى 18 ولما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين فظلت تلك انه البستاني فقالت له يا سيد ان كنت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الابي ولكن اذهبي الى اخوتي وقول لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والاه وإلهكم فجاءت مريم المجدلية واخبرت التلاميذ انها رأت الرب وانه قال لها هذا وانجيل ماركوس اتكلم برضو عن هذا الظهور في اصحى 16 اكتفي بهذه الايات ايات 9 الى 11 وبعد ما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقوا غالبا الاحداث صارت بهذا الشكل خرجت مريم المجدلية من بيتها فجر الاحد والظلام باقن وبعدين وصلت القبر الذي دفن فيه يسوع مؤكد الحزن يملأ قلبها الدموع تملأ عينيها كل غايتها انها تضع الحنوط على جسد المسيح الطهر طبعا منعها السبت ان هي تعمل كده مع بقية السيدات منعها انهم يعملوا عملية تكفين وبعد موتوا وحتى هذا الهدف لم يتحقق فالجسد ليس هناك بس ملاكين بسياب بيض قالت لهم عن المشكلة من وجهة نظرها اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه نسيت معك سيرين انه وعد اكثر من مرة انه سيقوم في اليوم التالت ولم يرد ابدا ان الرب قال كلام مخالف لهذا الحق لكن الرب تدخل وحب يوقف حيرة مريم وتساؤلتها اتى في الحال وقف خلف مريم التفتت الى الوراء يمكن حسد بحرك خارج القبر يمكن وقف الملاكين اللي جوه القبر احتراما وتوقيرا للرب على اي حال سألها الرب نفس سؤال الملاكين لماذا تبكين من تطلبين فظنت تلك انه البستاني فقالت له يا سيد ان كنت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه ظنت مريم انه البستاني وانه اخذ الجسد وعليه ان يخبرها بمكانه لتأخذه نندحش كيف للمجدلية انها لم تعرفه حتى الان هل لان الظلام مزال باقيا هل لان الشمس لم تشرق بعد هل بسبب دموعها اللي ملأت عينيها هل بسبب انحصارها في رؤية الجسد مماتا وكفا وبغض النظر عن موقف مريم فقد ظهر له المسيح وكأن اللسان حاله انا احب الذين يحبونني والذين يبكرون الي يجدونني امثال 8-17 ولما شاف الرب انه هي لم تميزه خاطبها باسمها يا مريم هنا انفتحت عيناها وعرفته هنا تم تماما ما قاله من قبل الخراف تسمع صوته يدعو خرافه الخاصة باسماء ويخرجها بالظهور الخاص هنا لمريم المجدلية الرب مسح دموعها شاف قلبها المكسور شاف نفسها المنحنية نقالها مش بس من الكآبة والحزن لكن نقالها للفرح وللبشارة وقال لها اذهبي الى اخوتي واقولي لهم فجاءت واخبرت وصارت اول كارزة بقيامة المسيح ويمكن اتذكر معاكم في هذا المشهد القول القديم ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل لصيون قد ملك الهكي الشعية 52 وآية 7 في رواية البشير ماركوس بيذكر عن مريم المجدنية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين فمن تحررت احبت من حررها وذهبت لاجله تعلن خبر انتصاره على الموت وخبر قيمته لتبررنا طوبة للمجدلية بهذا الظهور الاول اتكلم النهاردة في قصة الكنيسة عن ظهورات المسيح بعد القيامة اول ظهور كان لمريم المجدلية الظهور التاني كان للنساء للنساء بنقرأ في متة 28 متة 28 عن هذا الظهور المبارك آية 9 و10 وفيما هما منطلقتان لتخبراء تلميذه اذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتاء وامسكتاء بقدمي وسجدتاء له فقال لهما يسوع لا تخافاء اذهباء اقول لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يرونانين في البداية كانت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة عند القبر ولما شافوا الحجر مضحرج عن باب القبر عادت المجدلية بسرعة الى المدينة وقالت لبطرس يوحنة اللي شافته انه القبر مضحرج القبر مش الحجر مضحرج عن باب القبر وهي بتعتقد بفكرة سرقة الجسد اما مريم ام يعقوب وسلومة فبقينا هناك لا نعلم كم من الوقت لكن بعد كده دخلوا القبر ومعهم الحنوط فمازلنا يبحثنا عن يسوع الميت وهنا خطبهم الملاك من داخل القبر لا تخافاء انتما فاني اعلم انكم تطلباني يسوع المصنوب ليس هوها هنا لانه قام كما قال ذهبتا لتخبراء التلاميذ وبعدين لاقا هما يسوع في الطريق برضو هنا ارى ان يسوع صنع معجزة جديدة حول الخوف والرعب في قلب النسوة الى فرح وابتهاك سجل البشير متى هذه اللحظة بقوله فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبراء تلاميذه وفيما هما منطلقتان لتخبراء تلاميذه اذا يسوع لاقا هما وقال سلام لكما فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له رؤية الرب المقام تحول المخاوف الى فرح عظيم وده متاح وده باقي ليك وليا صديق المشاهد عندما تتمتع برؤية المسيح تختبر هذه المعجزة المباركة تتحول مخاوفك الى فرح وإلى فرح عظيم زور التالت كان لتلمذين او اتنين من التلاميذ بنسميهم في الغالب تلمذي عمواس لكن احنا بنقول لانهما كانوا منطلقين من اوريشاليم الى عمواس قصتهم موجودة بالتفصيل في انجيل لو اصاح 24 اشجعك ترجع وتقرأ القصة وبالذات الايات من 13 الى 35 لكن كتب ايضا البشير ماركوس عن هذا الظهور اية 12 و13 وبعد ذلك ظهر بهية اخرى الاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البرية وذهب هذان واخبراء الباقين فلم يصدقوا ولا هذين واحد من الاثنين اسمه كيليو باس وهما من تلميذه لكن مش من الرسل الاثنين عشر عرفاء زي ما قلت بتلميذي عمواس لانه ظهر الرب ليهم هناك وهم في طريقهما من اوريشاليم الى عمواس المسافة بين اوريشاليم وعمواس حوالي 10 كيلو متر الرب بختة فجأة ظهر ليهم وبهاية اخرى ويبدو انه هنا في تغيير بعض الشيء حصل لجسده بعد الموت والقيامة لكن بهذا الظهور الرب نقلهم من اليأس الى اليقين ومن حديثهم ترى هذا اليأس بوضوح يقول في آية 21 و22 من انجيل له 24 نحن كنا كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة ايام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا اسكننا باكرا عند القبر صورة مؤلمة معبرة ليس لهذين التلميذين فقط بل للنفس البشرية عمتا بدون يسوع ظهر الرب لهما ليغير بل ويمحو اليأس تماما حتى انهم بعد معرفته تحدث بلغة مختلفة تماما لغة ملؤها اليقين قال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقما في تلك الساعة ورجعا الى أورشالين ووجداء لحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز هذا التغيير الذي أحدثه الرب فيهم وأقول انه قابل للتكرار معنا كما حدث مع بقية التلميذ عندما كان الرب يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وهنا مع التلميذين انفتحت أعينهما وعرفاه عند كسر الخبز وهذا يعني ان الشركة معه تعرفنا اياه ومن هو وتؤكد لنا حضوره المبارك لم يحتمل التلميذان ان ينتظر في عمواس لكن قاما مسرعين اللي يرجع الى أوريشاليم لاخبار الاحد عشر تلميذا واخرين بما رأيها وسمعا وهما هنا يقدمان لنا القدوة في ان كل من رأى يسوع عليها ان يذهب ليخبر الاخرين هل لحد سمعك وهل يحد سمعي ان كنا قد رأينا يسوع علينا ان نخرج ونذهب لنخبر الاخرين الظهور الرابع كان لبطرس وذا نقر عنه برضو في لو 24 وآية 34 ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وفي اشارة كمان في كورنس الاولى 15 5 وانه ظهر لصفة ثم للاثنية 10 الحقيقة ما نعرفش بالتحديد مكان وزمان هذا الظهور الرابع للمسيح ظهور البطرس لكن الحقيقة ندرك اهمية هذا الظهور اهمية شديدة اكيد بطرس كان غارق في الشعور بالذنب والفشل بعد سقطة انكاره المعروفة لكن ما فعله كان مفاجئا جدا مؤكد لبقية التلاميذ ينكر سيده لكن رغم ان بعد فعلته خرج الى خارج وبكى بكاء مرا وكان الدموع بالتأكيد دموع التوبة ظهر ليه الرب ليؤكد ليه ليؤكد ليه انه قبل التوبة بتاعته وبيرد ليه اعتباره وبيجد ليه التكليف والمهم المعطات له فيقوله في لوق 22 وعاية 32 ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك وانت متى رجعت ثبت اخوتك وهكذا نقله الرب من حالة الفشل الى مهمته الجديدة اذ عليها ان يفتح ملكوت السماوات زي ما قاله في متى 16 وقام بطرس فيما بعد بهذه المهمة وقدم رسالة الانجيل لليهود وقدمها ايضا للامم قدمها لليهود في اعمال اتنين وقدمها للامم في اعمال اعمال عشرة ماذال يسوع يظهر نفسه لتلمذه ماذال يسوع يكشف عن هذه الامور المجيدة وينقل الناس ينقل احباؤه من حالات الخوف والحيرة والاضطراب والشك والتردد الى الثقة واليقين والامان والفرح والارسالية الجديدة هكذا فعل الرب مع هؤلاء مع مريم المجدلية مع النسوة مع تلميزي عمواس ومع بطرس ايضا ولسه ظهورات الرب هتكتمل احنا اخذنا اربع ظهورات باقي ستة من الظهورات هيكون ده موضوع حديثنا الاسبوع القادم بمشيئة الرب لكن حابب اعيد عليك صديق المشاهد الذي يحبني يحبه ابي وانا اظهر له ذاتي هل تشتاق انترى الرب محبتك لي من كل القلب هي المدخل وهي الدافع لهذا الظهور اقول له رب علمني احبك من كل القلب علمني ارتبط بيك ارتبط حقيقي كل يوم علشان اقدر اتمتع بظهورك والرب معكم اشتركوا في القناة